شاهدين متابعات تلفزيون اليوم السابق في كل مكان أهلا بحضراتكم الموضوع ما يكون مع حضراتكم عن المنبه واستخدامه الخاطئ في حياتنا واللي اتضح أنه من الممكن أنه يؤثر على صحتنا الكسادية بشكل كبير مين فينا مش بيزبط المنبه الخاص بيه قبل ما ينام؟ كلنا تقريبا بنستخدمه بشكل يومي ويمكن الغالبية العظمة مش بيسقه من أول مرة بيسمعه فيها رنة المنبه فدايما بنأجل الاستيقاظ حتى ولو لدقايق معدودة بحجة أن المدة القصيرة جدا دي ممكن أنها تحدث فارق في شعورنا بالاكتفاق من الناس وأنها ممكن تجعلنا نشعر ببعض من الطاقة الإضافية واللي هتساعد على الاستيقاظ وبدء يوم جديد بشكل جديد مؤخرا خذر تقرير طبي إيطالي من فطورة هذه العادة وشرح باحثين في جامعة نوتردام الأمريكية بولاية إنديانا شددوا على إن هذه الخطوة بتمثل خطر شديد على صحة من يفعلها بشكل دائم ومستمر فهذه الدقائق الإضافية يمكن في الواقع أن تضر أكثر مما تنفع وذلك وفقا لمجلة فوكس الإيطالية أوضح تقرير أيضا أن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة أو خاصية التأجيل أو لسنود لما تبقى موجودة في الموبايلات ليست ممارسة صحية على الإطلاق لصحة الإنسان كما أن هذه العادة يمكن أنها تزيد التعب تجعلك تشعر بالنعاس وأيضا كسر روتين النوم بيسبب التشويش للعب وبيتسبب في خلق في خلل بساعة الجسم البيولوجية بالإضافة إلى أن تأجيل النوم لبضع دقائق متتارية بيعرض الجسم للشعور بالصدق أضاف التقرير أيضا إلى أن البحثين توصلوا لهذه النتائج بعد عمل عدة مقابلات مع 450 شخص بالر يعملوا في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات الألم أظهرت البيانات اللي جمعتها الدراسة أن مستخدمي خاصية الغفوة بالمنبه عينوا من إطرابات النوم بدرجة أكبر ممن استيقظوا بشكل طبيعي من أول مرة يرن فيها المنبه لذلك تم التوصية بضبط منبه على الوقت الذي تحتاجه والذي يجب أن تستيقظ فيه أيضا تبين البحثين أن الأشخاص الذين استيقظوا من النوم في نفس الموعي بشكل طبيعي دون استخدام أي نوع من أجهزة التنبيه استطاعوا أن يناموا لفترة أطول بل واستهلكوا كمية أقل من الكافيين في ساعات النهار أوضحة الدراسات أن غفوة النوم ولو لدقائق قليلة بتسبب الشعور بالتعب والإرهاق الدائم كما بتمنح صاحبها شعور برغبة النوم طوال فترة النهار وبيرجع السبب في ده إلى قطع الدورات الطبيعية للنوم وتسمى تلك الحالة بقصور النوم وهو الشعور بالتخدر يشعر به الشخص في النهار بعد الاستيقاظ واللي يمكن أن يستمر طوال اليوم مما يضرب قدراتنا الإدراكية ويجعلنا نشعر بالإرهاق المزمن لذلك إذا كنت تريد الحفاظ على صحتك فعليك الالتزام بالنهوض فورا من أول رنة للمنبه دي كانت تقطيتنا لحضراتكم معنا الدرسات اللي بتبين خطورة الاستيقاظ بعد الغفوة بعد سماع المنبه أكتر من مرة وتأثيره على صحتنا العلم نشكركم على المتابعة درونا دوما في المزيد وإلى اللقاء